اخبار اليوم نواب منهم عبد الرحيم علي الامارات تولي سعدادها لارسال قوات برية الى سوريا بالاسماء تسعة عشر لاعبا في قائمة زمالك المعسكر القمة بالقاهرة كذب العموين واليكم التفاصيل قررت محكمة الجنايات القاهرة تأجيل رضا لقضية الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية والاضرار بها بما يقدر باثنين مليار جنيه المتهم فيها حبيب العدلي ويحد عشر اخرين الى جلسة ثمانية وعشرين ابريل نجح خبراء المفرقاءات بالحماية المدنية بالجيزة في تفكيك عبوة هكالية امام نادي 6 اكتوبر وتم تمشيط محيط النادي خوفا من وجود اي عبوات اخرى قررت محكمة القضايا الاداري مجلس الدولة تأجيل الدعوة المقامل صحفي محمد يوسف والذي طالب بطلان انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة السادس من مارس المقبل قرر مجلس النواب اليوم الاحد رفض رفع الحصان البرلمانية عن نائب عبد الرحيم علي محمد باغلبية 385 نائبا مقابل 16 نائبا خلال جلسة المعقدة اليوم الاحد كما قرر الموافقة على قرار هيئة المكتب برض رفع الحصان البرلمانية عن نائب محمد بدوي محمد سوقي باغلبية 417 نائبا كذلك النائب حسين محمد عيسى باغلبية 408 نائبا اعنى الدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الاحد استعدادها لرسال قوات برية الى سوريا في اطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش استقرر الجهاز الفني للزمالكة على 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لقاء الاهل الثلاثاء في قمة الدوري الكروي وضمت القائمة 19 لاعبا هم احمد الشناوي ومحمود جنش في حراس المرمى وعمر جابر رمزي خالد وابراهيم عبد الخالق واحمد مكي وشيكا بالا ومحمود كهربا واحمد توفيق وايمان حفني ومعروف يوسف وباس المرسي واحمد حمودي واحمد دويدار وحمد طلبة وعلي جبر ومصطفى فتحي وعمر صلاح بها الخبر لكم قد وصلنا معكم مشاهدين مشاهدي قناة الاخبار لنهاية دشرة اخبارية انتظرونا في دشرة اخبارية قادمة شكرا لكم في خير وإلى اللقاء